السلام عليكم سيباب بنات مصر وطن عربي معكم محمود السر نكاوي كنارتا في حالاتنا حارة عليكم وصفتين هيساعدوا ويستاهموا بشكل كبير كتا على تكبير وتسمين منطقة الارتاب والمؤخرة قبل اي حاجة سمحنا بتاعتون دايما ما تنسو سونا قم تعملوا ليس سبسكرايب وتفعالي كرة تصال لكم كل فيديوهات الجديدة ولا بنا نبدأ الفيديو كل البنات وكل السيدات دايما بيحاولوا على قد ما يعتروا ان هم ما يهتموا بمنطقة الارتاب والمؤخرة سيب السبت ما بيهتموا بمنطقة الصدر لان برضو منطقة الارتاب والمؤخرة بيعتبر رمز من درمز الاونسا سيب منطقة الصدر بالسبت وكمان برضو بيحاولوا على التمياثروا ان هم يلاقوا او يكتشفوا او يبحثوا عن اكتر الوصفات او ان شاء الله يكون حتى وصفة واحدة او وصفتين يساعدوا ويساهموا بجانب التمارين وبجانب المشاريع اللي موجودة على قناتي على تكبير وتسمين منطقة الارتاب والمؤخرة بحيث ان هم يوصلوا لاناتيك اللي هم عايشانا يعني بشكل اسرع او في وقت وصار كتا وان شاء الله بإشنا الله في فيديو النهاردة انا هعرض عليكم وصفتين كبرين كتا وهيساعدوا كل البنات وكل السيدات على ان هم يوصلوا للهدف بتاعهم فانا برضو ان شاء الله مش عايزكم تقلقوا من اي حاجة خالص لان مشكلتكم هتتحل واعتبرها خمان ان هتتحلت لان برضو ان شاء الله في فيديو النهاردة هاعرض عليكم وصفتين مالهمش تالد فالوصفتين تقول انا مش ببالغ بهم بس في بنات وشاعدات اعرفهم شخصيا بالسبب الوصفتين تقول ادروا ان هم يوصلوا للحجم اللي هم عايزينه في منطقة الارتاب والمؤخرة بجانب التمارين طبعا اللي موجودة على قناتي وطلوقتي هنعرف مع بعض ايه هم الوصفتين تقولي يلا بينا من قبل مقولكم على الوصفة الاولى او كمان من قبل مقولكم على الوصفتين انا عايزكم تكيبوا ورق ولم علشان تكتبوا كل حاجة نبقوا لها او كمان لو حبيتوا انكم تعيدوا الفيديو من اول تاني بارتوا مفيش اي مشكلة وكمان بارتوا عايزكم تراكسوا معي تسمعونه كويس وتنفسوا كلامي بالحرف الواحد حلو او بي طلوقتي با هراكسوا معي علشان هقولكم على المكونات تبع الوصفة الاولى حلو اوي مبدايا كده هتجيبوا طبق صغير ويكون خويت عشان خاطر يعني المكونات ما تقعش برا وبعد كده هتحط بقى كوة الطبق هتجيبوا كوباية مية صغيرة بالحكمة ده بالاضافة على كوباية المية او بالاضافة يعني على المية المحدودة كوة الطبق معلقتين كبار من الحلبة المطحونة بالاضافة كمان الى معلقتين كبار من خميرة البيرة بالاضافة كمان الى معلقتين صغيرين من ست الحلبة بالاضافة الى الحاجة الاخيرة معلقتين صغيرين من ميد الورد. طبعا المكونات طول مع بعض في الطبق هتقلبهم بشكل داري او بشكل عقارب الساعة. وبرضو من قبل ما تستخدموا الوصفة دي على منطقة الارتاب ومنطقة المؤخرة لازم تختلوا المنطقة دي كواس كتا يا اما بمية سخنة او بمية فترة عشان خاطر تبتحوا المسامات اللي بتبقى موجودة في منطقة الارتاب في منطقة المؤخرة. وبالتالي الوصفة اللي انتوا هتحطوها تبتأ تدخل تحت الكلد عن طريق مسامات اللي موجودة وراها. حلوة قوي. وبعد كده بعد ما تختلوها لازم تنشفوها كويس كتا ما يبقاش في نقطة مية عشان خاطر الوصفة دي تبتأ تعمل المفعون بتاعها. حلوة قوي. فانتوا بقى هتاخدوا حبة في اليد اليمين. وحبة في اليد الشمال يعني كمية هنا. وكمية هنا. هتتهنوا بها منطقة الارتاب والمؤخرة بشكل دائري او بشكل عقارب الساعة مع شوية ضغط وخبط خفاف كتا عشان خاطر تحفزه الطورة التموية اللي موجودة في منطقة الارتاب والمؤخرة. وبالتالي المنطقة تي تبتأ تشرب او تمتص المكونات تبع الوصفة الاولى بشكل كبير كتا. وبعد كده بقى بعد ما نتهن بشكل تقريب لمدة خمس تقايق او عشر تقايق في الناحيتين. هتسيبوا الوصفة تي على منطقة الارتاب والمؤخرة مثلا لمدة ساعة ساعتين تلاتة. ولو حبيتوا انكم يعني تناموا وتصحوا تاني يوم تخسلوها مفيش اي مشكلة. بس اهم حاجة يعني تلبوها اما بكيس بلاستيك او كيس نيلون او اي حتة قماشى عندكم وبعدين تلبسوا هتومكم عادي خالص مفيش اي مشكلة. وبرضو انا مش عايزكم تقلقوا من ريحة الحلبة علشان ميد الورد بتطيع ريحة الحلبة تماما. وبرضو انسحكم ان انتم بعد ما تسيبوا الوصفة تيه اي وقت ان عايزينه. بارضو هتخسلوا المنطقة دي. يعني اما بمية سخنة او بمية فترة. يعني ما بين المية السخنة والمية البردة. وانسحكم انكم تعملوا الوصفة دي مرة واحدة في اليوم وكل يوم. وبعد ما قلتلكم على الوصفة الاولى. تلوقتي حالكم وحارت عليكم الوصفة التانية. بارضو ركوسوا معي اسماعونه كويس. ونفسوا كلامي بالحرف الواحد. حلو اوي. بارضو هتجيبوا طبقة صغيرة بالحاكمة تا. يكون خويت او عميك. واتحطوا بقوة طبق معلاتون كبار من سيد الحلبة. باللطافة كمان الى معلاتون كبار من سيد السيتون. طبعا المكونان طول مع بعض في الطبق بشكل دائري. او بشكل عقارب الساعة. وبرضو. زي ما قلتلكم في الوصفة الاولى. هتعملوا في الوصفة التانية. يعني من قبل ما تستخدموا الوصفة دي. لازم تخسله منطقة الارتاب. يا اما بمية سخنة او بمية فترة. وتعملوا بالصبت نفس الخطوات اللي انا قلتها في الوصفة الاولى. حلو اوي. وبعد كده هتاخدوا. كمية من مجموعة السيوط دي. في اليد اليمين. في اليد الشمال. مع شوية تتليج تقريب او بشكل عقارب الساعة. مع شوية تاخدوا. وخبته خفاف سيملتلكم عشان تحفزوا التورة التموية. وبعد كده هتبتدوا بقى تسيبوا. الوصفة دي على منطقة الارتاب والمؤخرة. ومدت ساعة ساعتين تلاتة اربعة خمسة ساعة ما تحبوا. ولو حبيتوا انكم تناموا وتسحوا داني يوم ان شاء الله على خير. وتختلوها بمية سخنة او بمية فترة مفيش اي مشكلة خالص. وكلما كان الوقت اطول. كلما كانت النتيجة احسن وابطل بكتير كده. وانصحكم انكم تعملوا الوصفة دي مرة واحدة في اليوم وكل يوم. وبعد ما لطولكم على احسن وابطل واقوى وصفتين هيساعتوا ويساهموا بشكل كبير كده على تسمين وتكبير منطقة الارتاب والمؤخرة عند كل البنات وكل السيدات. عايزة اقول لكم ان انتم ان شاء الله بإسم الله لو نفذتوا كلامي بالحرب الواحد انا بوعدكم وبتمنلكم ان انتم في خلال عشر ديام او خمستاشر يوم او تلاتين يوم هتبتدوا تلاقوا نتيجة متخيرة بنسبة مية وتمين ترقة. واتلو نفسكم وصلتوا للحجم المناسب. طيب حلو. دلوقتي بقى انا قلتلكم على وصفتين. انتم هتختاروا وصفة واحدة بس من الوصفتين لانا قلت لكم عليهم وتستمروا عليها لحتى ما توصلوا للنتيجة اللي انتم عايزينها. طيب. ولا انا بتارك ان انتم عايزين تقربوا الوصفة التانية. اهم حاجة يكون فات على الوصفة الاولى من استخدامها يعني عشر ديام او خمستاشر يوم او تلاتين يوم وبعد كده هتختاروا تستخدموا الوصفة التانية. تبتلوا بينهم يعني. وكمان برضو لو حبيتوا انكم تبتلوا مستمرين على وصفة واحدة بس. لحتى ما توصلوا لان ديك اللي انتم عايزينها برضو ما فيش اي مشكلة دي حاجة ترجع لكم انتم حلو قوي. واما حاجة انتم يعني يبقى عندكم صبر بالكم يبقى طويل جدا. لان الحاجة يعني عشان توصل صح او تطلع بشكل مصبوط في الشيب كويس او يبقى فيه ما بين الناحياتين لكن يكون صبركم طويل. وعندكم بال طويل جدا. لان اللي بيطلع سلمة سلمة. بيوصل للنتيجة اللي هو عايزها بشكل احسن وافضل بكتير جدا. انما لو طلعتوا السلمة كده مرة واحدة عمركم ما توصلوا للنتيجة مرتية وحتبقوا متيقين كمان. طيب. طلوقتي ولا نفترض ان انتم وصلتوا للحجم المناسب اللي انتم عايزينه. وحبيتوا انكم تبتلوا الوصفة دي. انا بنسحكم ان انتم ما ينفعش تبتلوا الوصفة دي الا بعد مرور وقت طويل جدا. طيب ولا نفترض يا كابتين طلوقتي انا وصلت للحجم اللي انا عايزها اعمل ايه? انا هقول لكم تلوقتي. مسلا خلط مسلا بعد شهر شهرين تلاتة. لان الموضوع يعني ايه? بيختلف من كسم الكسم او من مؤخرة للمؤخرة تانية تمام? المهم يعني. تلوقتي انا يعني ايه? وصلت النتيجة اللي انا عايزها كابتين. طيب. استمر ولا واقف? لا انا هقولك استمر. ليه? علشان انت لو وقبتي او انت لو وقبته يعني منطوط الارتائف هتبتقل حكمها مع الوقت. فانا انصحكم انكم بعد ما توصلوا للهدف بتاعكم تبطلوا مستمرين. على الوصفة اللي انتم متعودين عليها. مسلا مرتين او ثلاث مرات في الاسبوع. وهتعملوا برضو مرة واحدة في اليوم. عشان خاطر تحافظوا على النتيجة اللي انتم عملتوها. وكل اللي انتم عملتوها ما يرحش على الفاتحة. وطبعا لو كان عندكم اي سؤال او اي استفسار عن اي حاجة. عليها في كومنت صحت. وان شاء الله مش هتأخر عليكم. ولو كنت لسه بتتفرغوا عليها لحتة الوقت. فانا بكتب اشهركم. ها? من قلبي. من قلبي. على صبركم وتعملكم لي. وبكده احنا خلصنا حلقتنا سمحنا بتاعتوين دايما اي حتى عنده اي سؤال او اي استفسار اردع لها في كومنت صحت وان شاء الله هكاب عليكم بقراب وقت. او تقترب وتتوصل معي على الفيسبوك او انشاء الله مش هتأخر عليكم. باتنسوسوا انكم تعاملوا لاي سبسكرايب وتفعلوا كرات وصال لكم كل الفيديوهات اجتيدة. كمانا برضو بنفس الوقت. ما تنسوسوا انكم فرغم على كل الفيديوهات الفاتحة عشرة سوفيتماني. سلام عليكم.